موسيقى شكعتني وعملت الكيكة وصورت التصوير بتاع الفيديو اللي عملته اتمنى ان شاء الله ان الفيديو النهاردة والكيكة النهاردة اللي عملتها ففة تعجبكم ان شاء الله انا معي بقى حطت هي حطت بطين في قلب الخلاط زي ما انتم شايفين كده طبعا هي ما صورتش بقى المقادير زي ما انا ما بقى صور بس انا اقولكو عالمقادير اللي هي عملتها هي بقى حطت بطين وحطت فانيليا وحطت كوباية فروتي او ممكن فانتا او اي حاجة من الحاجات دي وحطت كمان كوباية من السكر و3 ربح كوباية من الزين حطت المقادير دي كلها على بعضها وضربتها كويس في الخلاط زي ما انتم شايفين بالطريقة دي بدأت بقى انها تقلب المكونات وبعدين حطت كوبايتين ونص من الدقيق ونخلتهم قبلها طبعا الدقيق بتاعنا منخول قبل كده بس هي بقى ايه بتحب تنخلو تاني عشان ندخل هوا جواها وتبقى الكيكا بتاعتنا كده هشة وجميلة وفعلا الكيكا والله طلع هشة وجميلة جدا 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 فزي ما انتم شايفين كده حطت كوبايتين ونص من الدقيق وهتقلبهم بقى وهتحط كيس البودر كمان عليهم هي استخدمت كيس كيك شيف زي ما انتم شايفين كده حطته على الدقيق وحطت كمان زره من الملح شوفوا المكونات بتاعت الكيكا سهلة وبسيطة يعني بالتين اتنين هتعملي احلى كيكا هتقلب بقى المكونات مع بعضها بالراحة طبعا هي الاول زي ما قلتلكوا دربتها في الخلط كويس جدا وبعدين هنقلب بقى كده بالراحة المكونات بتاعتنا وبعدين بقى خلصت كده وجابت معلقة واحدة من الكاكاو وجابت معلقتين من الخلطة بتاعت العجينة بتاعتنا من الكيكا حطت معلقتين هن في قلب طبق تاني كده وحطت عليهم معلقة من الكاكاو وقلبتهم كويس مع بعض وممكن لو هي مسكة شوية ممكن تحط لها شوية من اللبن او شوية من العصير عليها هي قلبتهم كده زي ما انتم شايفين وجات بقى هتحطهم دول يبقى في التحت خالص في القلب من تحت بتاع الكيكا زي ما انتم شايفين كده اهو عملتها زبطتها اهي وجابت بقى القلب بتاعنا دهانته زيد كويس جدا الاول اهو زي ما انتم شايفين كده وتدهم بقى بالفرشة كده كويس اه في البن الخطوط دي علشان ما يلزقش منك كنت بتنزليه وبعدين بقى راح تحطى الكاكاو اللي عاملها الخلطة بالكاكاو دي هي اللي تحت وبعدين راح تصبى بقية الكيك زي ما انتم شايفين كده وقعدت بقى تهزوا كده على الترابيزة قبل ما تدخلوا الفرن زي شايفين بسم الله ما شاء الله لكوة الا بالله شكل الكيك جميل جدا وكانت ايدا الفرن على درجة حرارة مية وسبعين وهواريكو بقى شكله كمان في الفرن عامل ازاي تبعا هي قدت من تحت بس ما قدت الشوية من فوق بسم الله ما شاء الله لكوة الا بالله شايفين شكل الكيك شكله يفرح ويفتح النفس ما شاء الله والطعم بجد طلع روعة 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 تسلم ايديك يا حبيبت تسلم ايديك زي ما انشايفين اهو هنقرب شوية على الكيك بقى موسيقى تصويرية بقى ولا حاجة كده اهو شايفين شكله جميل جدا اه ده شكل كيف لما طلع بسم الله ما شاء الله لكواتي الا بالله بس طبعا الصورة زلمة جدا شايفين وهي بقى هنا هتقلبه بقى اهو هتطلع بقى بالكاكاو او بالشوكولاتة هو اللي ايه اللي ناحية فوق الوش اهو زي ما نشايفين كده جميل جدا اهو شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله جميلة جدا اهي احلى كيك يا ففا تسلم ايديك اتمنى ان شاء الله ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم والكيكا بتاعتنا تكون عجبتكم ويعرفتوا بقى تعملوها بالطريقة الحلوة دي وياريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تتسليش في الشير واللايك وسبسكرايب باي باي اشتركوا في القناة